بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كرة البلد في بداية البرنامج تعزي أسرة كرة البلد جموع الرياضيين في مصر بوفاة الكابتن عزم مجاهد نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في القرى الطائرة والمتحدث الإعلامي ورئيس لجنة المصابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم والإعلامي القدير كما نعزي الكابتن أمير عزم مجاهد لاعب الزمالك ومنتخب مصر في وفاة والده كما نعزي أسرة الرياضة المصرية وشعب الدقاهلية بصفة خاصة لأنه ابن من أبناء المنصورة أقام نادي المنصورة يعني عزاء بالأمس بنشكر كل الرياضيين في نادي المنصورة وبنشكر منطقة الدقاهلية لكرة القدم الكابتن فتح عوضل رئيس منطقة الدقاهلية والكابتن طارئ حبيب المدير التنفيذي لمنطقة الدقاهلية وأيضا الكابتن مختار عبد العظيم رئيس لجنة المصابقات والكابتن سام الطحان وكل الرياضيين بمحافظة الدقاهلية لهم كل الشكر وكل التقدير والبقاء والدوام لله أولى فقراتنا في هذا البرنامج فقرة الأخبار أولى الأخبار معنا النهاردة اتحاد القرى يقرر إقامة نهاء كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد استقرر مسؤول اتحاد القرى إقامة نهاء كأس مصر قبل انطلاق الموسم الجديد في حالة صعود الأهل والزمالك لنهاء كأس مصر وفي نفس الوقت في حالة صعود أحدهما لنهاء دور أبطال إفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل ولسيما أن منتخب الوطني اللي كرة القدم سيقام معسكرا في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الذي يستعد فيه الفراعنة لمباراة توجو في الجولة السالسة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا والتي ستقام في الكاميرون 2022 تاني أخبارنا النهاردة الكابتن عبداللطيف الدماني نجم الزمالك يتولى تدريب ضمياط للموسم الجديد تم التعاقد بمعرفة مجلس إدارة نادي ضمياط برئاسة محمد أبو جنبة مع الكابتن عبداللطيف الدماني ليعود إلى الفريق مرة أخرى في الموسم وكان عبداللطيف الدماني قد قام بتدريب فريق ضمياط في الموسم قبل الماضي وصعد به إلى الممتاز به وفي هذا الموسم تم التعاقد معه ليتم يكون مديراً فنياً لنادي ضمياط وفي العام الماضي كان مديراً فنياً ليبيالا اللي صعد به للدور القسم الثاني تالت أخبارنا النهاردة محمد صلاح يدعم مؤمن زكريا بعد إحرازه هاتريك اللاعب محمد صلاح لعب منتخب مصر ولاعب ليفربول الإنجليزي دعم مؤمن زكريا بعد إحرازه هاتريك في مباراة الأولى أمام ليتزي يونيتد والتي انتهت بفوز ليفربول أربعة ثلاثة وتحية شكرة إلى فرعون مصر وسافرها في الدور الإنجليزي محمد صلاح رابع أخبارنا النهاردة الزمالك يواجه الرجاء في إياب نصف نهائي دور أبطال إفريقيا ببرج العرب تقرر إقامة مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي على الساد برج العرب والمقرر إقامتها في أربعة وعشرين من شهر أكتوبر المقبل في زهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والذي تآهل له الأبيض بعد الفوز على الترجي التونسي زهابا ثلاثة واحد والهزيمة في العودة واحد صفر ليتآهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا خامس أخبارنا النهاردة في جدول مصابقات القسم الثاني بمجموعة القاهرة هناك تعديلات أخترت لجنة المصابقات أندية القسم الثاني مجموعة القاهرة أندية الداخلية منتخب السويس سيراميكا كلوباترا وكوكا كولا وبترو جيت والترسانة والزرقة والقناة جمهورية شبين والنجوم والنصر والمريخ بوجود تعديل في جدول المصابقة وأوضحت اللجنة أن التعديلات تأتي لانشغال ملعب بيترو سبورت يوم 21 ستمبر المقبل مباراة الدوري وإقامة مباراة الآل والترسانة في الدور 16 في كأس مصر يوم 30 ستمبر لتاحة مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية بعد كده الخبر اللي معانا كأس مصر في دور 16 لكأس مصر يوم 39 الآل يقابل الترسانة على السادة السلام الساعة الثامنة مساء يوم 15 الزمالك يقابل سموحة على السادة الإسماعيلية الساعة الثامنة مساء دور 8 يوم 14 طلاع الجيش مع بيريميدز وعلى السادة بيترو سبورت الساعة الثامنة مساء ويوم 22 عشر الاتحاد السكندري مع المقولون العرب على السادة السويسي الجديد الساعة الثامنة مساء أما الجولتين الفائز من الزمالك واسموحة يتقابل مع نادر مصر والفائز من الآل والترسانة يتقابل مع أبو إيرل الأسمدة ولم يتحدد موعدهم بعد مباريات كأس مصر زي ما قلت لحضراتكم يوم 19 المصري والإسماعيلي وعلى السادة الجيش ويوم 12 عشر نادي مصر والإنتاج الحربي والـ 12 عشر للتحاد مع المصري على السادة برج العرب آخر أخبارنا معانا في هذه الفقرة في فقرة الأخبار تعادل الآل مع التحاد السكندري سلبيا في مباراة أمس التي أقيمت في الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري لكرة القدم يتأجل حسم الآل لبطولة الدوري حيث كان يحتاج إلى الفوز بالمباراة بالبطولة رسميا ورفع الآل رصيده لـ 72 نقطة ويتبقى على قمة المجموعة ورفع الاتحاد رصيده إلى 37 نقطة ويبقى في المركز الخامس في حين يظل الزمالك في المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة ده الأخبارنا أعزائي المشاهدين نخرج لفاصل ثم نستقبل ضفنة في الفقرة التانية التالية إن شاء الله رجعنا لكم مرة تانية عزيزي المشاهدين الكرام والنهاردة في فقرة الضيف معانا شخصية متفتحة جدا في المجال الرياضي واحد من رؤساء مراكز الشباب الطموحين بيطبق فكر قانون الرياضة الجديد في الاستثمار الرياضي وابتقار أفكار جديدة لتدبير موارد كافية لتنفيذ الأنشطة المختلفة وأيضا بيطبق فكر وزارة الشباب الرياضة وفكر الحكومة في تدبير موارد في الاستثمار الرياضي معانا ومعاكم نهاردة الأستاذ محمد فاروق واكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب قفر صار أهلا بيك يا أستاذ محمد أهلا بيك منورنا ومشرفنا في كورة البلد النهاردة ربنا يبقى في حظك ده شرف لي ده يعني عاوزين نعرف من حضرتك كده يا أستاذ محمد انت انتهكت فكر يعني بتنادي به الحكومة وبتنادي به وزارة الشباب ورياضة في الاستثمار الرياضي في الأندية ومراكز الشباب عامل انت طفرة انشائية هائلة في مركز شباب كفر صار عاوزينك حضرك تعرف السادة المشاهدين بالانجازات والاستثمار الرياضي اللي موجود في كفر صار بسم الله الرحمن الرحيم الأول وكان من المفروض طبعا توجيهات الوزارة الشباب ورياضة بانك لازم تكفي نفسك من مواردك المالية بعمل مشروعات استثمارية داخل مركز الشباب عشان تقدر تصرف على الأنشطة بتاعتك فكان طبعا دي توجيهات دكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة انا مش اول واحد بدأ في الاستثمار اللي قابلي كمان بدأ واللي قابلي بدأ واللي قابلي حلم ولكن هو الظروف المواتية جت مع اللي قابلي وأنا تمام طبعا حضرتك النهاردة احنا عندنا في كفرصار في عندنا دلوقتي في حاجات جديدة وحاجات قديمة جددت بالنسبة للموارد كانت في البداية مواردنا حقولي في حدود تلاتين ألف جنيه من صور محلات مركز الشباب اللي عاملو الأستاذ محمد هيخلي الميدان اللي قابلي بعد كده الظروف وقتت ان احنا فيه الاستثمار والبلد فيها شغل كتير بدأنا نفتح في موارد بنفتح في مشاريع استثمارية داخل المركز بدأنا بدأي عندنا كانت كان عندنا كافي بريك بعد كده طورناه وزودنا من إيجاره بعد مموضة حق الانتفاع بتاعته خلصت وبعد دلوقتي استثمار في عندنا حاجة جديدة اسمها كافي الخان يريدت رئيس التحريق تعرض لنا كده الصور اللي موجودة معاها النهاردة من مركز شباب كافر صقر موجود معانا صور لكل الكلام مصدقية من الأستاذ محمد فاروق واكد يريدت رئيس التحريق تعرض لنا كده الصور معانا على الشاشة فضل الأستاذ محمد بدعنا بكافيه الخان كافيه الخان ده حق انتفاع لمدة ست سنوات على حسب المستثمر بيدفع لنا إيجار له بمعدل الإيجار السنوي بتاعه 80 ألف جنيه في عندنا كافيه بريك استثمار لمدة خمس سنوات حق الانتفاع بتاعه السنويا 95 ألف جنيه في عندنا كافيه مراسي مدة الانتفاع بتاعته برضه لمدة خمس سنوات بيدخل دخل في حدود 61000 جنيه لمركز الشباب فيه كفيل خدمة اعضاء الجمعية العمومية وموظفين مركز الشباب ومجلس الادارة برضو بيدخل دخل في حدود 33000 جنيه لمدة خمس سنوات في مدينة ملاهي جديدة بتعمل 195000 جنيه سنوي دخل لسه جديدة لمدة خمس سنوات برضو. فيه ملعب خماسي. بيدخل خمسة وخمسين الف جنيه دخل. في قاعة افراح بتدي في حدود تلتمية ستة وستين الف جنيه. قاعة الافراح دي من من اللي قابلي. اه بس كان الاجار مش كده. كان اقل من كده حق مدة الا الاستثمار بتاعتها. تمام. في اه حضرتك اه تسعة وتلاتين محل اه بصور المركز الشباب. دول اه برضو من اللي قابلي. وقتها كان الاجار بتاعهم قليل. النهاردة تسعة وتلاتين محل بدخلوا ستما اربعة وطبعين الف جنيه سنوي. تمام. عندي اه مول تجاري جديد تحت التنفيذ دلوقتي. اه برضو موجود الصور بتاعته عن لوك ممكن يطلعوها. اه. اه هو في فترة التشريب دلوقتي. اه عندي بيدي في حدود تسين الف جنيه سنوي. عندي مسلا اه حمام سباحة. اه بيحيدي تلتمية ستة وستين الف جنيه سنوي حق انتفعل مدد اتنشرة سنة. تمام. اه طبعا كل المشايا دي بتتعمل على نفقة المستثمر. تمام. وبعد مدة حق الانتفاع. انت اني قطع كلامك بعد اذنك يا كابتن محمد. اه ونقول لحضرك يعني مبالغ كبيرة جدا جدا بتضر على مركز شباب. اه اه كفر سقر. اه يعني مش الوزارة اللي بتجيب لك فلوس تنت اللي بتدي للوزارة خمسة وعشرين في المية من عقد بتاعك. وده. يعني 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 مبالغ. احنا بقى هنا باسم كرة البلد بناشد سيد وزير الشباب والرياضة دكتور اشرف صبح. ان يبص المركز الشباب اللي زي الفكر. الاستثماري كبير اللي بقوده. الكابتن محمد فاروق واكد. رئيس مجلس ادارة مركز شباب. كفر صار. ان يعني مركز الشباب ده بيجيب عائد كبير جدا جدا. ليه ما نصرفش المبالغ ديت على الانشطة اللي موجودة في النات. انا اقول لحضرتك هو اولا انه هو الفكرة سليم انه اخد مني ربع الدخل بتاعي. لان في مركز شباب للقرى ما ينفعش يعمل فيها مشاهدة استثمارية. تمام. فطبعا المحتاجة ان يتصرف عليها في الوزارة بتمولها. وده اعتقد جميع الموافقين عليه يعني. لان المركز الشباب التاني دي حتجيب منين. ملهاش مهور الدخل يعني. تمام. ولكن احنا بنطلب اه دكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضة بانه يساعدنا في ان احنا انا مش محتاج ان يقوله ان مركز الشباب في خزنته او في حسابه في البنك. ثلاثة مليون جنيه ولا خمسة مليون جنيه ولا عشر مليون جنيه. انا محتاج يقوله ان مركز الشباب لمم الشباب موجودين سواء انشطة ثقافية رياضية. اه موجودة عنده جوة بعيدة عن اه حاجات كتيرة يعني طبعا موجودة. فاحنا بنطلب من ساعدة وزير الداخلية ان اه وزير الشباب الرياضة. دكتور اشرف صبحي. بانه حضرتك يفتح لنا شوية المصروف لان انا مش معقولة هيوب عندي فلوس ومنشط وما شاركش في العنشطة او في المسابقات. تمام. تمام. كلمنا بقى على فريق قرة اللي انت عامل طفرة هائلة السنة دي بتعد فريق اه قرة قدم متميز وجايب ادارة فنية متميزة علشان تصعد به من الدرجة الرابعة الى الدرجة التالتة ان شاء الله. هقول لحضرتك على حاجة اه احنا كفر صار اساسا من البداية من سنة اه سبعة وتمانين بتلعب في الدرجة اولى اه به اللي كانوا بسموها زمان دور المظانين. دي من ايام الحج والدك اللي كان رئيس مجلس اليدارة. لما كان رئيس مجلس اليدارة حضرتك. رحمه الله. اه وقتها كنا بنلعب مع الشمس والمقولين العرب واسكو وامبي وبيتروجيت واسمنت السويس والبلاستيك وجمهوريت شبين. تمام. كنا بنلعب يعني في المراتب الاولى من الدوري. اه. اه. ولغاية فترة رائبة برضو كنا بنلعب في الدرجة التانية ولكن اه للظروف المالية وطبعا حضرتك عارف ان تمن اللعيبة النهاردة غيلي. تمام. اه. فحضرتك ما انتاش قادر فلا كنت لازم تعمل اه وقفة تدخل اول دخل للمكان. تدخل دخل للمكان بعد كده تبدأ تمارس في الانشطة. فاحنا حسنا ان الموسم ده ان شاء الله هيكون الدخل كويس. فبدأنا نشتري في لعيبة جاب لعيبة من الدوري الممتاز. واجاب لعيبة من الدرجة التانية ومن الدرجة القلبهون الدرجة التالتة. تمام. ومعي ادارة فنية الكابتن احمد عمران لعب المنصورة السابق والانتاج الحربي وطلاق الجيش. مدير فني. تمام. طب اه يعني كفر سقر ولادة. شفنا احمد توفيق وعبد العزيز توفيق وشفنا شمس حامد وبدر حامد. وحمد عبداللطيف. اذكر لنا بقى بعض اللعيبة اللي من كفر سقر. كفر سقر طبقها ولادة. عندنا من قديمة الازل كابتن حماد عبدالطيف نجم الزمالك الحاوي. م deutsche عليه الحاوي. اه طبعا. كبتن بدر حامد نجم الزمالك ومنتخب مصر. كبتن شمس حامد. اه كبتن ساد عبعال نجم الاتحاد الزمالك والاتحاد السكندري. تمام. اصام عبعال نجم الاسماعيلي. عندنا كابتن احمد عمران نجم نادي الزمالك وامبي وبترجت. كابتن احمد سلام على لعب حرس الحدود عندنا كابتن احمد توفيق طبعا لعب الزمالك وبراميدز عندنا اكرم توفيق لعب النادي الاهلي والجونة عندنا دلوقتي موجودين في الدورة كابتن ساة سالم لعب ودي دجلة والاتحاد السكندري عند كابتن هاني صديق لعب سابق في منتخب مصر والاهلي عندي مهند لاشين لعب طلاقي الجيش عنده حسين حمدي لعب الزمالك والمقص السابق عنده احمد سعيد اوكا اللعب طلاقي الجيش الحالي يعني فعلاً كفر سقر ولادة وأنجب التعديد من رموز قرط القدم اللي أسروا الحياة الرياضية والسحيرة المستدرة في قرط القدم قول لي كلمني كده على قطاع الناشئين والبراعم اللي موجودة عند حضرتك في مركز شباب كفر سقر قطاع الناشئين حضرتك البرعم الأول أنا عندي ثلاث فرق 2006 و2007 و2008 فيهم عدد كبير حتى موجودة عند حضرتك صورة وكان بيشجعهم رحمة الله عليه الكروان الكروان الإزاعة الرياضية قابتل محمد السباعي رحمة الله عليه كان هو من ضمن الناس المشجعين لموضوع البرعم ده وكان هو اللي مصر عليه بصراحة عندي عدد كبير في التلاث فرق دول في اللي يقل عن مثلاً اه خمسة وتمانين لعب من الشباب الصغارين عندي بعد كده بالعب الموسم اللي فات كنت بالعب تلاث فرق الناشئين 2003 و2001 آه 2003 وتسعة وتسع و2001 السنة دي إن شاء الله هيبقى فرقة واحدة للناشئين موليد 2001 عشان المصروف كتير برضه عشان عايز أصعد بمركز الشباب بالنادي بتاعي بمركز الشباب بالفري بتاعي بقسب التالت وإن شاء الله اللي بعده الممتاز به وبعد كده إن شاء الله إذا ربنا أداني طلط العمر ربنا أداني طلط العمر إن شاء الله لا يعني حضرتك يعني فعلا يعني كل أعضاء الجامعية العمومية بمركز كفر صقر بمركز شباب كفر صقر يشيدوا بحضرتك وبإنجازات حضرتك معاك مجلس إدارة متميز ذكر لنا كده مجلس الإدارة المتعاون مع حضرك في مركز شباب كفر صقر هم كلهم ناس متعاونين ما حدش يوم متأخر في حاجة بس بالأخص يعني معايا عم لست الشوئي عبدالعزي لست الشوئي عبدالباسط عبدالباسط عمين السندوق راجل موجود في المكان يعني مش أقل من 12 ساعة في الـ 24 ساعة تمام لأنه طبع بمسؤول المالي فلازم موجود وحضر كل حاجة عندي كابتن محمد حسونة المنشر في العام على الكرة وعض مجلس الضرف والسن ده لعب نادي المصر السابق ولعب الشرائي تمام عندي كابتن محمد سعيد شهرته طفطف ده مسؤول مجلس اللي ضرف أنه خلص كل الإجراءات الخارجية والسنة دي في لجنة الكرة عندي كابتن محمد الأستاذ محمد منسي الشباب اللي تحت السن طبعا كلهم متعاونين جدا والواحد فخور بوجود الأرباع اللي معايا الشباب اللي تحت السن بصراحة طيب معانا المستشار الإعلامي اللي مركز شباب كفر صقر زميلي وحبيبي وزميل الكفاح الأستاذنا الأستاذ واجد عليوة أهلا بك يا كابتن واجدي أهلا بك أستاذ محمد تحياتي نيكو لجيوفك الكرام والأستاذ طبعا محمد فاروق واكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفراء والله زمان يا كابتن واجدي زميل الكفاح واجد عليوة يعني زميلنا وزميل الكفاح معانا بسعيدنا يعني النهاردة أن انت تكون معانا النهاردة في يعني في هذه الحلقة مع الكابتن محمد فاروق واكد رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر صقر عاوز رسالة توجيها له وتقول له النهاردة حبيبي وصف محمد انت طبعا زميلي وزميل رحلة كفاح وما زل في الكفاح ربنا وفقنا جميعا يا رب يا رب عاوز أوجه رسالة لأستاذ محمد فاروق واكد اللي هو المفروض الرئيس رئيس مجلس إدارة مركز شباب كفر صقر الرجل بالصراحة اللي ما بيبخلش على المركز بأي حاجة مجهود وتبرعات مادية استثمارات فرق الكورة حتى النشئين بصراحة كل قندية الشرقية أنا رحتها بحكم شغلة عاوز محمد انت عارف ما شبتش نادي فيه تطور اجتماعي ولا على مستوى الرياضي ولا اهتمام في كل النواحي زي اللي موجود في مركز شباب كفر صقر انت عارف طبعا شهدت مجروحة في المكان من اني منتمي ليه ولكن بصراحة يعني اللي أنا بشوف اجتماعيين في نادي كفر صقر اشبه بالاندال اجتماعيين الكبيرة يعني يضاهب نادي الشرقية عنديت الرواد والصفة وبروسة في العاشر من رمضان اتمنى بإذن الله كل عنديت الشرقية بصفة منتمي لمحافظة الشرقية اتمنى كل عنديت الشرقية تتعلم من تجربة مركز شباب كفر شار برئاسة نحن نشكر كابتن وجدي وسعداء بسماع صوتك النهاردة في برنامج كرة البلد وان شاء الله يبقى فيه تواصل في الحلقات القادمة ان شاء الله شكرا للزميل وجدي عليوة مراسلنا والمستشار الإعلامي لمركز شباب كفر صقر على هذه المداخلة سيد محمد قولي يعني الانشطة اللي في مركز شباب كفر صقر محصورة على كرة القدم فقط ولا هناك انشطة أخرى لا افهمني فيه انشطة تانية كتير جدا بأسماء بطولات أنا عندي حضرتك عندي مثلا فريق عندي المدارب بتاع كابتل محمد تانسون عندي مثلا شهد أحمد عبد الرحمن لعابة منتخب مصر وزد 60 كيلو ناشئين ومركز واخد مركز أول جمهورية هينزل معنا على الشاشة صور مركز شباب كفر صقر مع رئيسة التحرير مارينة جمال ومخرجنا مخرج الرواعي لأستاذ محمد عبد مجيد فضل أسمى محمد بأله رضا جديد السنة الثالثة على التوالي عندي إسراء الجهري لعبة منتخب مصر وزن 60 كيلو عندي نجار العربي أول جمهورية تالت سنوات متتالية وزن 33 كيلو عندي عندي محمود رأفة حاصل على بطولة الجمهورية تلات مرات وزن 30 كيلو عندي أحمد عبد العظيم بطل جمهورية وزن 60 كيلو عندي أدهم طه حاصل على مركز ثاني جمهورية وزن 40 كيلو عندي في ألعاب القوة طبعا بداية لازم أبدأ بالكابتن إهاب عبد الرحمن ابن كفرصار ابن مركز شباب كفرصار اللي خده النادي الأهلي وهو بطل جمهورية دلوقتي اللي حاصل على بطولة العالم فرامي الرمح دا طبعا مقدرش مذكروش عندي اللي أبا أحمد التونسي حاصل على ثالث جمهورية في المركب العشاري وتحت 20 سنة عندي كابتن عثمان عيد حاصل على ثالث أولمبيات الطفل المصري الصغير 100 متر عدو موليد 2004 عندي كابتن شهد واقل فريد تاني جمهورية واسب طويل تمام عندي عبد الله محمد بعدي ثالث جمهورية جلة عندي عبد الرحمن أحمد صار الرابع عشاري على مستوى الجمهورية تمام عندي فكرة ايه عندي مدرب كابتن تامر سميح المدرب منتخب مصر السابق والحاصل على دورة الأساتذة اليابانية كان مدرب منتخب مصر السابق عام 2016-2017 عندي لعيبة مثلا زي حسن مصطفى حسن 15 سنة حاصل على حزام اسود عندي سميح تامر سميح 15 سنة حاصل على حزام اسود عندي يزيد تامر سميح 11 سنة حاصل على حزام اسود عندي مهدي مصطفى حاصل على حزام بوني طيب يعني ما فكرتش يا أستاذ محمد ان انت تعمل اعداد بطل قلومبي عندك في احد الالعاب في مركز شباب كفر صقر حضرتك أنا دلوقتي بفكر فيها بعد ما عندي دلوقتي الكابتن الكابتن تامر عبر رحمن بيتضرب عندي هو لعيبة منتخب مصر عشان الأولمبياد بيتضربه في الملعب تحت الكابتن محمد نجيب والكابتن أحمد كامل المدرب بتاعنا هنبتع لعب القوة عشان بيجهزوا نفسهم للأولمبياد فأنا بجد أنا شغال مع الكابتن أحمد كامل بنجهز إيهاب عبر رحمن جديد ممكن يبقى فيه أي أكتر من إيهاب يعني يبقى في إيهاب تاني من كفر صار بأمر اللهم إن شاء الله إن شاء الله إحنا يعني بنخرج أعزائي المشاهدين لفاصل بسيط يعني لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين الكرام وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة بنرحب وعد محمد فاروق واكد عضو الجامعية العمومية المنتسبة لمركز شباب كفر صقر أهلا بك يا وعد أهلا حضرتك فان من وراء كورت البلد النهاردة أهلا حضرتك يعني يا وعد أنت بما أنك عضو جامعية عمومية منتسبة يعني لسه موصلتش السن 21 سنة إيه اللي أنت الطفرة الإنشائية والطفرة الكبيرة اللي أنت شايفها في مركز شباب كفر صقر حضرتك الطفرة دي من زمان من أول ما تنشأ المركز تمام من أول الأستاذ صلاح بدوي تمام وبعدين الأستاذ محمد يحي يمدان ويليه الأستاذ محمد فاروق واكد أبويا تمام أنت مذاكر تاريخي أول دراسة يعني أقول لي إيه الطفرة الإنشائية والطفرة للسسماري اللي عام له والدك في مركز شباب اللي الكل بيشيد بالنهاردة وإحنا هنا من برنامج كورت البلد بنحب نظر الشخصيات المحترمة الشخصيات اللي لقى فكر السسماري كبير وإحنا معنا النهاردة الأستاذ محمد فاروق واكد وإنت بنته مش عشان بنته ولا حاجة يعني عاوزين نقول لك أنت كعيد وجامعية عمومية منتسبة إيه اللي شايفها في مركز شباب كفر صقر أنا شايفها هو بيجدد مش فيه طفرة بس هو بيجدد حاجات مفروض تتجدد يعني لازم تتجدد في الوقت الحالي تمام فهو بيجدد وبيشايد في المكان أكتر وأكتر تمام والمكان طول عمره كده وأحسن 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 كل ما يبقى فيه حاجة حلوة تمام وعامتا يعني مش فيه إنجازات دي من زمان كله بيعملها بس بابا يعني عامل تعاقدات مع شركات وبيع بدر دخل كبير جدا جدا لمركز الشباب لازم نشيد به يعني عامل أنا عشان يعني طفرة هائلة في كل حاجة يعني بصراحة يعني الأستاذ محمد يقول لنا كده يعني دخلك السنوات دي يا أستاذ محمد أنا دخل السنوات دلوقتي بالضبط يعني لو بدون حمام السباحة مليون سبعمائة تمانية وخمسين ألف جنيه نشيل منهم مبلغ حمام السباحة يعني يعني ما يطلب هيدخل للمركز بعد خمس شهور من الأرض يقول يعني مثل مليون ونص أه في حدوده المليون ونص مليون ونص سنويا من مركز الشباب يعني قفر صقر حاجة كبيرة جدا جدا يعني ممكن إن شاء الله تعد فريق القرى قدم يعني يصل للقسم الثالث وأيضا إعداد البطل أولومبي وفي الاشتراك في الاتحاد المصري في كافة الألعاب إن شاء الله في كافة الألعاب وطبعا بنشكر مع الوزير أشرف بصبحي لأنه طبعا الأصر إن احنا نطور المركز ودي خطة الوزارة فعلا بس إحنا ممكن نكون نجاحنا فيها بفضل توصياته يعني ومش بتأخر علينا في حاجة تمام والراجل وعدنا إنه يجي يفتح حمام السباحة لأنه هيكون أكبر وأول وأكبر حمام سباحة على مستوى مركز الشباب في جمهورية مصلة العربية تمام بالنظام اللي معمول عليه تمام فطبعا بندعوه من دلوقتي بنأكد عليه الدعوة إن شاء الله وإحنا بنقرر الدعوة كده ليه للدكتور أشرف صبحي إن شاء الله عند افتتاح حمام السباحة في مركز شباب كفر صغر يكون إحنا متواجدين بكامرة كورت البلد وفي وجود سيادة الوزير إن شاء الله إن شاء الله وعد إيه اللي انت بتطبيه من أعضاء الجامعية العمومية والأعضاء مجلس الإدارة في الفترة المقبلة لمركز شباب كفر صغر يفضلوا في التطوير على طول ويعني مش نعف عند حاجة واحدة ولسه بدري على المركز ولازم يتطور أكتر وأكتر عشان نبقى أحسن مراكز على مستوى جماله إن شاء الله تمام طيب أستاذ محمد النهاردة رسالة بتوجيهها لأعضاء الجامعية العمومية لمركز شباب كفر صغر بتقولهم إيه؟ هو أنا يخالي لي أمام اللي حينبسته أكتر مش عضاء الجامعية عمومية بس كفر صغر بأكملها شعب كفر صغر كله شعب كفر صغر كله شعب كفر صغر كله مستني إن شاء الله الصعود وبأمر الله كلنا هنسع عليه وبطالب كفر صغر بأكملها مش جمال عمومية بس إنها تساند الفريق إن شاء الله الموسم الجديد وإن شاء الله هنكون عن حسن ظنهم بأمر الله طيب سؤال بقى بعيد عن الرياضة خالص إنت يعني لك شخصية يعني قيادية كبيرة وكت ترشحت في مجلس الشعب قبل كده ويعني ما فيش ما جاتش الفكرة إن إنت وإنت وصلت قبل كده في فتر في جولة الإعادة آه تمام؟ ما فيش فكرة يعني أو فيه يعني ما يضور في زينك إن إنت السنة دي هتترشح لمجلس النواب مرة أخرى؟ لا أنا المرة دي إن شاء الله هركز في مركز الشباب بس سنة بعيدة إنها سنة وشوية تمام بأمر اللي نوصل بيوم للفترة اللي أنا عايزها وبعد كده الجمال عمومية تختار اللي عايزها تمام إنما أنا مركز في مركز الشباب في تطوير مركز الشباب أفضل يعني طيب يا وعد النهاردة أنت بتشجع نادي إيه؟ نادي الزمالك طيب إيه اللي بحب إيه اللي حبيبك في نادي الزمالة؟ جمهوره وفريقه ورئيس مرتضى منصورة ولا عشان بابا زمالكوي؟ عشان بابا طبعا العيلة كلها عندنا زمالكوية وإحنا بنحبه من زمان من جدي ومن قبل يعني كمان جد بابايا كمان طيب رسالة بتوجهها للمستشار مرتضى منصورة طلول إيه النهاردة؟ بحبك سيد محمد فاروق واكد النهاردة من خلال برنامج كرة البلد رسالة بتوجهها لرؤساء مراكز الشباب على مستوى الجمهورية هما كلهم ناس كويسين وشغالين بس هو بتفرق سوء البلد كل بلد أو كل مركز بيختلف عن المركز التالي إنما حضرتك هما كلهم شغالين في فكر ممكن في بلاد فيها ممولين ناس عايزة تشتغل وتفتح أنا عندي حاجة زي الخان دي مثلا وبريك فيهم لا يقل عن مثلا خمسة وتسعين بيت مفتوح شباب شغالين في كافي الخان وكافي بريك ده والكافي التالي بتاع عضاء الجمعال الهمومية عددهم مش كتير ولكن الخان وبريك دول أنا أسعد واحد فيهم لما بشوف مثلا في وردية الخان دي شغال 42 بيت مفتوحين شباب ونفس الحكاية حوالي 17-18 راحت في بريك عند بتاع الكابتليات التانية بتاع عضاء الجمعال الهمومية دي فيها حوالي 7 أو 8 أنا سعيد ديوم جدا الأماكن الاستثمارية دي زي ما بتدخلي داخل فتحة بيوت كمان من أبناء المركز إحنا في نهاية البرنامج الوقت مع الحباب بيمروا سريعا بنشكر الأستاذ محمد فاروق واكد رئيس مركز شباب كافر صار عوجودك معنا في هذه الحلقة وأيضا بنشكر وعد محمد فاروق واكد على وجوده معنا في هذه الحلقة أعزائي المشاهدين بنعتذر لكل أستاذ المراسلين ما قدرناش نتمكن من الاتصال بيوم في هذه الحلقة ونوعدكم بالاتصال في الحلقات القادمة بنشكر كل المراسلين وكل المعلقين وكل الرياضيين المشاركين معنا في برنامج كورت البلد بنشكر رئيس التحرير مارينة جمال بنشكر مخرج الروائع الأستاذ محمد عبد المجيد بنشكركم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج كورت البلد كورت البلد في كل بيت في البلد موسيقى